استقبل صاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الفريق الروكن جمعة عناد سعدون وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السابع عشر لمؤتمر حوار الملامة 2021 بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع بجمهورية العراق كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك